بلبروفيسور محمد فاتح ألطان خبير الزلازل في جامعة أريل في إسطنبول أهلا وسهلا بك بروفيسور كثيرة هي التكهنات والأخبار الواردة بشأن الزلازل في هذه الأثناء خصوصا مع توالي الهزات الارتدادية ما الذي يمكن أن نفهمه من استمرار الهزات الارتدادية وهل هناك مدى متوقع لديكم أنتم الخبراء بهذا الشأن لسكون الأرض بعد الهزة الأولى كما نلاحظ في الحقيقة نعيش زلازل كبيرة وهذا الزلزال من أكبر الزلازل في القرن الماضي في هذا الزلزال الذي حصل فإنه كان بقوة 7.6 من 10 من قياس الاختار وهذا أثر بشكل كبير على المباني وكان تأثيره في الواقع بواقع 8 درجات وأدى إلى انهيار العديد من المباني وسقوطها وبالتالي الناس ظلوا تحت الأنقاض وهذا الأمر مهم بالنسبة إلينا من ناحية أن هذه الزلازل في الواقع أمر سوف يقع بغتة وبالتالي على الناس أن ينتبهوا لهذا الخصوص وأن لا يظلوا في المنازل القديمة والآلة لأسقوط وعليهم أن يتوخوا الحذر في هذا الأمر وكما تعلمون أيضا أن هناك زلازل حدثت في الماضي وبالتالي علينا أن نكون ذا خبرة وتجربة في هذا المجال هناك هزات ارتدادية علينا أن ننتبه إليها أكثر لأنها قد تؤثر في زيادة المباني التي تسقط ويؤثر بشكل سلبي أيضا وعلى الجميع أن يتوخى الحذر لأن في هذه المنطقة منطقة تتواجد فيها الصدع زلزالي وبالتالي فإن هذه المناطق تحدث فيها الزلازل خاصة في الجزء الآسيوي هناك خطوط صدع طويلة لا تنكسر وبالتالي هذا قد يؤدي إلى استمرارية زلازل وقد يحدث زلازل كبرى أخرى أيضا لو تركنا هذه الهزات الاستدادية فهناك أيضا من المتوقع أن تحدث زلازل أخرى وبالتالي على الناس أن يتوخوا الحذر وعدم المكوث في المنازل حتى لو كانت منازل حديثة كما أشار الخبراء إلى ذلك